اشتركوا في القناة من الأشياء المهمة أن نرى طلب العلم للمتخصصين غير ترى طلب العلم مثلاً للمثقفين يريد مثقافة إسلامية الذي يريد أن يدرس طالب العلم يتخصص في الشريعة ما هذا يجب أن يدرس علوم الآلة إلى آخرين فكل واحد له برنامج مختلف وحتى لما يبدأ في طلب العلم تخصصاً هناك مثل حلاق للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتقدمين هذه أشياء هذه فائدة المشايخ هذه من فوائد المشايخ يضبطون لك البداية يصححون لك المسيرة ينتقلون بكم مرحلة إلى مرحلة يجيبون على الأسئلة يدلون يرشدون هذا يعني ما ينبغي أن يحرص عليه أو نحرص عليه في الطريقة طيب شيخ محمد ما يتعلق بمثلة القراءة وهي الحقيقة أو حالة القراءة عند الناس يرثى له يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق ونون والقلم وما يسطرون هذا القلم أحد اللسانين الآن مطابع ترمي تكب الأوراق ثم جاءتنا الأشياء الإلكترونية لكن القراءة تحتاج إلى صبر القراءة عملية شاقة القراءة تحتاج إلى تركيز القراءة يعني أنك ما تتحرك وتروح وتجي بعض الناس يقول أنا ما هذه مثلا ترويض إذا احتاج إلى ترويض النفس عليها وما يمكن واحد يصير طالب علم من غير ما يقرأ يعني اللهم إلا إذا كان ضريرا وكان هناك من يقرأ عليه الإحصائيات العالمية تشير إلى أوضاع كارثية في العالم العربي في معدل قراءة الفرد يعني قراءة الفرد في العالم العربي على يعني إيش ربع صفحة يوميا وفي السنة في أفضل الإحصاءات لا تتجاوز النصف ساعة يوميا بينما لو ذهبنا إلى يعني علمائنا وسلفنا ومن مضى من هذه الأمة كيف عندهم عجائب بل عندهم كرامات يعني الخطيب البغدالي لما قرأ صحيح البخاري في ثلاثة مجالس على شيخ أبي عبد الرحمن الضرير إثنان منهما في ليلتين ابتدأ القراءة من وقت المغرب قطاع عند صالة الفجر ثم الثالث قرأ من ضحوة النار إلى المغرب ثم من المغرب إلى طروع الفجر فرغ الكتاب لكن هذه إيش فيها عناء وفيها سهر طبعا لكن في حماس وفي همة وفي لذة وفيه شيخ يتابع وفيه موجه السخاوي ذكر أن شيخ أبي الحجر العسقير رحمه الله قرأ سنن بن ماجه في أربعة مجالس وصحيح مسلم في أربعة مجالس في يومين و يعني أقل من ثلاثة العز بن عبد السلام رحمه الله كان يخرج إلى المسجد يوم الأربعاء ومعه نهاية المطلب لإمام الحرمين هذا طبع الآن في 21 مجلد يمكث في المسجد يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعة إلى قبيل الصلاة في خرأ الكتابة كاملا طيب نحن الآن خلينا من الأشياء الخارقة هذه يعني التي هي إلى الكرامات أقرب منها إلى الأشياء يعني طبعا العادية نعيش واقعنا أيوة لكن الآن يعني كم نقرأ في اليوم مثلا كم نقرأ في اليوم ومتى نقرأ واستثمار كل وقت ممكن للقراءة قال ابن أبي حاتم رازي عن أبيه ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء مثلا يغتسان أقرأ عليه دائما طيب هذو يقول الناس راحوا طيب من المعاصرين الشيخ علي التنطابي رحمه الله يقول أنا اليوم كما كنت في الصغر أمضي يومي أو أكثر وفي الدار أقرأ وربما مر علي يوم أقرأ فيه 300 صفحة ومعدل قراءة 100 صفحة من سنة 1340 إلى 1402 يقول مع اشتغاله بالقضاء والإشراف على مجالس التحكيم والعمل رئيسا لمجلس الأوقاف ومجلس الأيتام ومجلس الأعلى الكليات الشرعية وخطبة الجمعة ومحاضر وعند أحاديث في الإذاعة وكتابة يومية في الجرائد وكل يوم 200 إلى 300 صفحة وأنا مستمر على ذلك من يومي أن تعلمت القراءة وأنا صغير إلى 70 سنة أه كم الآن يعني كم قراءة يعني 62 عام شيء طيب يعني الواحد يحتاج والله أن يستصغر نفسه ويتواضع ويبدأ المشوار لحوقا ورحاقا بهؤلاء الأكاثر صحيح طيب شيخ محمد ما يتعلق بـ يعني إذا قلنا الآن أن هذه الانشغالات فعلا أخذت من وقتنا الشيء الكثير ما قل لي شيخ محمد يعني هل يمكن أن نستفيد من القليل بحيث أننا نداوم عليه ولا ننقطع عنه ولا أن نجعل ذريعة كثرة الانشغالات تلهين عن طلب العلم اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط نعم لو كل يوم تحفظ نص وجه من القرآن وجه خرص بعد مدة معينة ستصل تحفظ القرآن كذلك التفسير كذلك يعني الحديث بعض الكتب واضح الإتقان فيها من المدة التي انتهى المؤلفها منها مثل كتاب الأموال أبي عويد قاسم بن سلام كتبها في أربعين سنة أربعين سنة هو مجلد واحد وشيئا فشيئا كنت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة يقول وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة الشوكاني كان مستغرب يعني بعض كيف يعني يعني كيف الواحد ينطلق في التأليف فيقول أنه عثر على يعني تجربة لأحد المؤلفين يقول أنه ما كنت أترك النسخ ولا يوم ولو صار مهما صار لازم أكتب لي سطرين لازم فصار من أكثر المؤلفين كتابة واحد يعني ذهب إلى قرية من قرى الأعاجم وجد أعجميا فصيح اللهجة حسن البيان قالوا أنت الآن مع الأعاجم عايش من وين حصلت هذا قال كنت أعمد في كل يوم إلى خمسين ورقة من كتاب الجاحب فأرفع بها صوتي في قراءتها فما مر فيه زمان حتى صرت إلى ما ترى هذا فعلا فيه دلالة شيخ محمد علان يعني المبادرة بالقليل الغير منقطع في مسألة طلب العلم وأن هذا لا يمنعنا من ترك طلب العلم بالكلية ما يتعلق شيخ محمد بالاستفادة من الوسائل الحديثة في طلب العلم كيف لنا أن نستفيد من الوسائل الحديثة في طلب العلم يعني طبعا الوسائل بدأت بدأت من قضية مثلا المسجل هذا والأشيطة الكسي تشوف واحد مرة جاي من أفريقيا ورانا مسجل جايبينه من وين منظمة تنصيرية توزع عليهم سجلات رخيصة بس تشتغل باليد يعني حرك 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 بعدين تركها فالشريط يمشي مدة بعدين جاي حرك حرك طيب هذا لأنه مكان خالص ما في بطاريات ما في شاحن ما في كهرباء هذا مسجل يدوي يعني يريدونهم أن يسمعوا الباطل بأي طريقة مناسبة للوبع الذي عنده فيه فقر ما في كهرباء طيب الآن خلاص يعني موضة الكسيت هذه شبه بطلة الآن خلاص الآن أشياء الكترونية الشبكة طيب الفضائيات فيها برامج علمية شرعية أو في بعضها تخصص في الدروس والدورات العلمية شرعية ولازم تكثر وتتنوع ويصير فيها وتحتساب أجر من أصحاب القنوات في نشر العلم الشرعي عبر القنوات لازم يقدم الناس الفائدة أما كل واحد الحق المثيرات والكوميديا والدراما والمدري إيش طيب ومتى راح يتعلموا الناس وإذا ما استغلينا شيء مثل القنوات في تعليم الناس العلم الشرعية وعطهم دروس وأشياء مرتبة سلفا وعلى المنهج وأولويات وتابعوا معنا بدأ ما تضيع وقات الناس في الإعلام التفاعلي وتسوي يلا كل واحد إن شاء الله لو كان دهان عامل حمان يلا يتكلم الآن في قضايا الأمة الكبار يا أخي وجههم سووا أشياء للأطفال طيب سووا أشياء للصغار حتى في طلب العلم وهناك شيخ محمد يعني الحقيقة فيما يتعلق بالقنوات العلمية دورات مكثفة ودورات متكاملة في شتى مجال العلوم الشرعية مثل مثلا قناة المجد العلمية يعني فيها الحقيقة من الدورات التي ينتفع بها الناس كثيرا وحتى يعني أن هذه الدورات متكاملة ومجتملة على العديد من العلوم أي ولا بد أن يكون هناك خبراء يقومون على إعداد البرامج وتصميم البرامج واختيار المشايخ وإشياء يعني أوقات العرض أشياء كثيرة جدا تدخل في الموضوع لكن هذه التقنية الفضائية لا بد أن تستثمر في قضية التعليم وأيضا يعني بالإضافة لقضية القنوات الشبكة الإنترنت هذه الآن مواقع تحمل وتسمع شيء كما يقولون لايف على المباشر وشيء غير مباشر ولو فاتك الدرس تعيد وتسمع الدرس من زمان خلص إذا فات ما فيه ناس كتبوا اللي حضروا راحت عليك الآن لا تقنية الحديثة تعيد لك وأشياء استوانات مدمجة وضغط مختلف الآن فيه كتيبات فيه رسائل قصيرة طيب بعض الجوالات الإسلامية تقدم رسائل مفيدة مثلا أجهزة تعليمية مختلفة الآن لا قرآن وتفسير والحديث وشروحه وتبحث وتبحث وتبغى تقابل المخطوطة عن مطبوع المطبوع عن المخطوطة تستطيع ما في عذر ولعل هذا المرء حقيقة يجب عليه أن نستعين بمثل هذه الوسائل ونجعلها تنصب في فائدته وفي طلبه لهذا العلم الشيخ محمد تقريبا بقي معنا من الوقت تقيقة إذا كان لديك شيء من الأساليب أو الوسائل التي تعين على طلب العلم باختصار يعني كان واحد من زمان العلماء يبغي يراجع ما يحصل إلا الأمل اللي عنده يراجع عليها استثمر أهلك وأولادك وخذهم معك في بعض هذه الأشياء العلمية وراجع معهم وخذ التقنيات الحديثة وإحضر الدورات العلمية وأحرص عليها وإذا جول مشايخ إلى بلدك أو عالم قدم بلدك قدر قدره واذهب واحضر عنده وادعه إلى بيتك وأكرمه واستفد منه وهات ناس جادين يسألون وأسئلة يستفيد منها الجميع في إذاعات الآن في مواقع لكبار العلماء في أكاديميات علمية موجودة على الشبكة في كتب إلكترونية موجودة في مثلا يعني الناس المختصين الرجوع إليهم في هذا المجال المذاكرة مع الأقران تحديد درس أسبوعي مثلا تحضره أو أكثر من درس أنت وهمتك أكثر من درس إذا حسيت بفتور اذهب من يشحذ لك الهمة اسمع شيئا يشحذ همتك اقرأ في سير أعلام النبلاء والكبراء والعلماء حتى تستفيد الانشغالات المحرمة الخلاص هذه لا بد من تركها التوافع أيضا يعني إذا كنت تجري وراء الكرة وتجذبك الشاشة المبهرة ويلهيك ناد ناد وألف صديق تباروا على النت في الثرثرة فأخذك للعلم قل لي متى وقل لي متى حصة الآخرة فهذا يعني في النهاية هي محاسبة للنفس وعزم وتجديد العهد مع الله ودعاء لجوء إليه أعني على ذكرك وشكرك وعسني عبادتك وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمه وهكذا نستعين بالعمل بالعلم وتعليم العلم على تثبيته في الصدور ونسأل الله التوفيق الله مأمين إذن شيخ محمد مهما كثرت المشاغل ومهما كثرت هذه الانشغالات فمن الوسائل المتعددة والحديثة والتقنيات ما يعينك على طلب العلم مهما كان لديك من انشغالات نشكر لكم شيخ محمد هذا البيان نسأل الله عز وجل أن يجزل لكم به الأجر والمثوبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطلب العلم على ما يحب ويرضى وأن يجعلنا بعلمنا عاملين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فقه الكتاب والسنة الله وهذا طبعا الفائدة العظيمة أن الإنسان يعرف معاني ما أنزل الله إلى نبيه وما بلغنا إياه من الأحاديث نسأل الله أن يجعلنا من أتباع النبي الكريم اللهم أمين مشاهدين الكرام في ختام هذا اللقاء لا يسعون إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة شيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد والشكر الموصول لكم أنتم أيضا لطيب متابعتكم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يغفر لنا وليوالدينا وليجميع المسلمين لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة